وفقت على الدور في خلال نص ساعة فقط من غير تردد ليه؟ ايه كانت صدفة كلها صدفة يعني انا اصلا كنت مكرر ان انا حلعب حاجات غير الكوميدي يعني وده كان اول حاجة لها كان فيلم العارف وخرجت منه الحمد لله باستفادة كبيرة يعني وبعد كده طرق كان جايلي اصلا المكتب عشان يارض عليها حلقة في برنامج هو بينتجه كان انجل اللي بتقدمه انجل والسعود والفكرة كانت حلقة بتاعت البرنامج وكان فيه واحد صاحبنا بالنص هو اللي معرفنا على بعض ومعندوش مصدقية برضو فانا انا كده كمان لتكلم فكل حاجة اصلا المفروض ما تنشي قبل سر الباتع كمان قبل مسلل اه بكتير وبعد كده فطرق جايلي المكتب عدنا نتكلم في الحلقة او بعدين قالي انت نفسك تعمل ايه في الخطوة اللي بعد العارف في الجانر اللي هي برا الكوميدي فانا عادت اقولي شوية افكار يعني في دماغي مش مش مترتبع يعني تقولي بس داد دايريكشن قالي طب بص انا معايا قصة يعني مستوحة من احداث حقيقية ومعايا حلقة اولة كمان وطول بيمشي بشنطة كده داك تاك على طول فوطول طب عندك نص ساعة اخش كان في مكتبي يسا عادين في قوضة وطول اخش القوضة التانية قالي اه تمام خد وقتك انا ايه اقعد فارج على التليفزيون لحد ما اتطلق اه دخلت خرجت وطول انا جاهز العقد دا خلاص انا عمضي في نص ساعة اه حتى لو كان دا فيرس درافت ما انت بتغطي اشتغل وبتطور النسخة يعني الصراحة هم المؤلفين اشتغلوا على السكريبت دا كتير قوي يعني صورنا بالنسخة ايه طرق اكتر يمكن كمان دا فيه حاجات في النص بتبقى يعني لها تعديلات ببسيطة فبتتحسبش نسخة وعدين المؤخر الجاه فيه input لكن من الاول السطر بالديركشن بتاع الكتابة لأ الناس دي فهم بتعمل ايه وبتعمل حاجة مختلفة وان شاء الله نوصل مع بعض الحاجة حلوة فكان الاتفاق سهل جدا حتى ماديا وحتى كل حاجة خلصناه على طور اشتركوا في القناة